شايفين التومية القوام مضبوط جدا جدا متماسك في التومية دي على اصلها التومية دي طريقة الشيف اسامة السيد القوام مضبوط اول مرة اعملها كنت بعمل قبل كده نوع بالنشا وعملت نوع بالبطاطس لكن الحقيقة ما كانش بيديني القوام المضبوط القوام المضبوط والطعم الاصلي للتومية هي دي ده اللي حتشوفوه النهاردة في الفيديو بتاعي وتمنى الحلقة تعجبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد النهاردة زي ما عرفته كده من العنوان التومية التومية السوري زي ما هي بتتعامل على اصولها بالزبط من غير ما نفتكس فيها اي افتجازات لا بقى تقولولي بصل بدرة ولا توم بدرة ولا حتى ولا خل ولا انشا ولا تومية بالبطاطس ولا الكلام ده خالص تومية دي زي ما بيعملها اكبر شفات واكتر المطاعم وطبعا هي اساسها سوري اساسها مش مصر خالص هي اساسها سوري بس طبعا بما ان حبيبنا نورونا في مصر وعلمونا الاكلات بتاعتهم فبقينا نعمل الاكلة كاملة على بعضها زي ما انتو شايفين القوام حلو ازاي تعالوا بقى نشوف ازاي حنعملها في الفيديو جديد وفي الفيديو دوت وما تنسوش واللايك والشير والكومنت الجميل بتاعكم ازاي اعملتومية في البيت ومن اول تجربة نكحة ان شاء الله الطريقة دي بتاعتي شيف اسامة السيد انا من المحبي ومتابعي من زمان وهو الشيف اللي تعلمت على ايده الحقيقة المطبخ وحب المطبخ انا معايا طوم ومعايا ملح ونص لامونة وعصير نص لامونة ودول بياض بتين ولو البيت زغير نحط تلاتة ومعاون كبات زيت كبات الزيت دي هتكون زيت نخيل عادي خالص مش هينفع احط زيت زتون او زيت دور لانه هيخلي الطعم متغير عايزين طومية على اصولها يبقى بزيت نخيل عادي الملح ما تزودوش لانه بيطلع ما بيخدش ملح كتير يعني نص ملقة كفاية انا لما لقيت الملح زاد مني عملت تاني من غير ملح فحط نص معلقة بس كفاية عليها لو في خلاط يكون ليه فتحة من فوق احط منه الزيت هيكون افضل ولو عندي كمان كبه يكون احط لها وانا شغالة برضو افضل انا هتطرر اعمل كده معلقة معلقة الهان الحقيقة انا مبحبش احط في الخلاط بتاع الكيتشن عندي مبحبش احط فيه الحاجات دي عشان بخاف شوية من الطعم يعني اللي اني بحط فيه عصير القوام زي ما انتو شايفين بدأ يتقل انا بحط كده بالتدريجة هي متعبة شوية لكن الحقيقة يستهل الموضوع يستهل لو عندكو كبه من يفتحة من فوق يكون افضل انا اول مرة اعملها وتبقى زي الجهزة بالزبط زي اللي بنقولها بالزبط بره كفاية فصين طوم بلاشت ازوده انا حط اربع فصوص لانه طوم جديد فارحته مش قوي اللي قوام بدأه هو يتقل الطريقة دي بتاعة الشيف اسامة السيد الشيف اسامة يعني اول شيف انا تبعته هو والاستاذة مونة عامر اللي اتنين دولت يعني حتى انا كانوا مسميني مونة عامر وانا صغيرة بسبب ان انا عمالة دايما اتابعها ما كانش في زي قنوات الطبخ بتاعة اليومين دول ما كانش منتشر او الشيفات والحكاية دي ما كانش في غير هما يعني هي مدام مونة والشيف اسامة اللي اتنين دول بس اللي كانوا موجدين على السيحة فاول حد انا تبعته ويعلمني الطبخ بجد هما الاتنين دول فالشيف اسامة الطريقة دي نكحة من اول مرة طمية على اصلها بدون لا مش عارفة مايونيز الطمية بتحطش عليه مايونيز ولا بطاطس مسلوقة ولا نشا ولا اي حاجة في ناس كنت انا فيه طريقة تانية بعملها اللي هي بالنشا لكن الطريقة دي الطريقة الصحة هو بياض البيت مع اللمون والطوم والملح في الاول وبعد كده ازود بالتدريج الزيت الزيت المفروض ينزل سرسوب سرسوب رفيع مستمر لكن علشان المكنة دي ما بتشتغلش منفعش اشغل فيها نشايفين بدأ القوم يزر فانا بحط كده معلقة معلقة هفضل بقى ايه اكمل الطمية الطمية دي بتتاكل مع الشاورمة انا كنت عاملها مع الشاورمة بس ما نزلش الفيديو معيها هعمل ايه الطمية تتعامل مع شاورمة الفراخ ويكون كده معيها خيار مخلل رهيبة الحقيقة مع شاورمة اللحمة مع ان احنا عندنا في مصر سانشات الشاورمة اغلبها مش السوري قبل ما تبدأ تنتشر المحلات السوري كانت عبارة عن شاورمة بتحينة معها تحينة وبقدونس بس لكن طبعا اول بقى ما حبايبنا السوريين بدأوا ينشروا الثقافة بتاعتهم في مصر تاني ويعلمونا بقى شوية الحاجات بتاعتهم ان الشاورمة الفراخ لازم يكون معاها طمية حتى اللحمة كمان معاها طمية ومعاها خيار المخلل الزغير بقى دا يتقطع وتحط في ساندويتش بتبقى احكاية شايفين القوامة عامل ازاي؟ انا هزود باقي الزيت خلاص بدأ شكلها يزهر هزود باقي الزيت هي كمان ما بتحطش عليها خلط طمية ما بتحطش عليها خلط هو بس اللمون بس والملح وبيض البيض والزيت بدأ القوام بتاعها يزهر معايا هانا حطيت بقى البيئي وهحاول كده نزل اللي في الغطا سوري واكملها طمية بتنفعها معا حاجات كتير ساعات الولاد بيحبوا كده بتصمح حمارة ومعاها طمية زي ساندويتشات السوري كمان العيش البلدي اللي هو المنتشر دلوقتي في المخابز اللي هي المخابز التموينية يعني اللي على البطاقة العيش زي السوري شوية فها بقى حلوة او لما يبقى العيش سخن كده ومعا بطاطس محمرة اللي هي السوري البطاطس المحمرة السوري بتكون مسلوقة الاول من نص سلقة بعد كده بيقلوها فبتكون مقرمشة من جوه ومقرمشة من بره وطرية من جوه ويدخينها شوية فبيعملوا بقى ساندويتشات البطاطس بالطمية بتبقى طحفة بيحطوا ساعات كمان معاها خيار انا هكمل بقى كده لغوية محصل على القوام المضبوط ما تخافوش خالص وجربوا ان شاء الله في بياض بيضة واحدة وقللوا المقدار ممكن تقللوا الزيت شوية يعني ممكن يبقى أقل من كباية تخلى كباية لربع بس هو دي وصفة الشيء زي ما عملها بالزبط كان عملها بمناسبة عييد القوم وشفتها وقلت بقى ايه اقوم اخلص الكبا دي انا مخليها للطوم والبصل بس لكن كنت عملت فيها جزر غير لون السكينة خليها اللونها كده على بون شوية لان الجزر بيعمل لون فما بحبش احط فيها الا الحاجات اللي هي روايح نفية زي شايفين القوام طبعا انا بعد ما هخلص لو خايفة من رحة التوم والرحة التومية فيها بطحن فيها شوية رز او شوية سكر عشان رحيتها تختفي شوية هو ده القوام المزبوط للطومية على اصولها اتمنى تكون الوصفة دي عجبتكم وتجربوها وان شاء الله هتعجبكم وتنال رضاكم وقادوا انتوا شايفين القوام بتاحها شايفين قوامة تخيني ازاي وهي انسيابية جدا جدا وهي جميلة وتشهي وهي دي الطريقة بتاعته التومية المزبوطة بطريقة الشيف وسامة ربنا يديله الصحة يا رب ادي شايفين القايم هو ده القايم المزبوط بتاحها بيعمل المايونيز بنفس الطريقة لكن ما بنحطش في المايونيز ما بنحطش فيه طوم المايونيز بنفس الطريقة وبيطلع نفس القايم لكن ما بتحطش فيه طوم بتبقى المقدير مختلفة شوية ادي الطومية على وصولها ويا سلام بقى مع ساندويتشات الشاورمة اتمنى تكون الحلقة عجبتكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة